اشتركوا في القناة دكتور مارلان براكس بحديث للنشرة أنه سبب الهزة بعود لتحرك كبير شهده في فالق المشرق اللي بيمر بلبنان من الجنوب وحتى الشمال ولا يمكن توقع مدى إمكانية حصول هزات جديدة بالمستقبل ويذكر أنه لبنان شهد بالعام 2008 نشاط زلزالة ملحوظ وصل لحد الألف هزة بمنطقة واحدة بين مثلث شحور الصريفة وقعائية الجسر وكان أهم هزة أرضية بقوة خمس درجات على مئيس رختر وحصلت بـ 15 باطل 2008 وشعر فيها كل سكان لبنان أما أعنف الهزة اللي شهدها لبنان فكانت بالعام 1956 وكانت قوتها 6 درجات وحصلت على فالق روم المتفرع من فالق اليمونة وأحدثت أضرار كبيرة بمنطقة أقليم التفاح وأقليم الخروب وبلبقع ولكن الخسائر البشرية والأضرار كانت محصورة بالبيوت الترابية ترجمة نانسي قنقر